لقاء المنتخب الوطني المغربي ومنتخب البيروبي هذا هو اللقاء الذي يدخل في مقابلة الودية للمنتخب الوطني المغربي استعداداً لمونديال لكأس إفريقيا للأمم 2024 وانتصفية كأس إفريقيا 2024 لمنطقياً وحسابياً بقيمة أهل ناشن كأس إفريقيا قمنا نقطة من أصل جوج مقابلات واحدة عندنا في الأراضي الجنوب الإفريقية واحدة عندنا معالي بيريا في الأراضي المغربية نجوج مقابلة قوية مع البرازيل كما تحدثنا عليها في الفيديو والآن تحدثوا تشكيلة الميتالية مع المتخب البيروبي وانا عملت خطة 4-3-3 في حال كلاب المدر بالكوتش واليد الرقراغي طبيعة الحال عملت فقط حضرت اللي كان في لعب المدر القطري غيرت لاعب واحد اللي هو النصر المزراوي اللي بنسبة مئوية كبيرة معي كشفة للاقي حالي الأساب لأنه حالياً بقي لقد عملت به المدر الجنوب ويقوموا بقشة مرحلة لأنها قمت بقي ميتالية حالياً لقد عملت خطة 5-3-3 لقد عملت خطة 4-7-4-3 ملعب جديد ملعب جديد سياسي من البنور لكنها تقريبا الأجواء الإسبانية ومعارض الأجواء الإسبانية فهو مشاكل في الملعب مقابلة قوية مع المنتخب البيروبي المنتخب يتصنف 21 في العالم نحن نتصنفه 11 ولكن ساعة الإنزرز للمنتخب نحن نتصنفه 22 في العالم وصلنا إلى نصف النهائي المنديل القطاري إذن فرقوا بالدفاع هناك غالم سايس الذي يلعب في تركيا لاعب منتاز جدا وهو عميد منتخب الوطني المغربي لاعب كبير صراحة الذي يعطى الشئ الكثير في المنديل القطاري وهو عميد منتخب الوطني المغربي لاعب كبير صراحة غالم سايس أحده نايف أكريد أنا عملت لعب وسط عام إنجليزي وعنده 26 عام من لاعب المنتازين صراحة نايف أكريد من لاعب المنتازين من المنتخب الوطني المغربي صراحة من لاعب اللي أعطى أداء كبير في المنديل القطاري وشنا من لغة في مقابلة كرواتيا ولا في مقابلة فرنسا تلاقينا 4 الإصابات وحنا كنا في الخمس مقابلات تلاقينا هدف واحد النايف أكريد هو مملكة ضد المرمضي لقد كان في المقابلة الثالثة أمام كندا في المقابلة الأولى والمقابلة الثانية ما تلاقينا ساعت اهداف مع المنتخب الكرواتي اللي تعني ها بصف صف ولا ومعها برجي قال لي ويوجد جوج الاصابة لصفر متلقيناش اهداف هه جوج مقابلت كذلك مقابلت اسبانيا متلقيناش فيها اهداف كذلك مقابلت البرتغال متلقيناش فيها اهداف اربعة ديال المقابلات اللي متلقيناش فيهم اهداف فقط ثلاث مقابلت اه في الضحل الايما باش ما ننسى هش هو من اشرف حاكمية رجعوا للموضوع اه اربعان مقابلتلي قلناتلقينا لا نتلقى فيها اعداف هدف اربعك ثلاثات المقابلات اتلقى فيها اعداف اربع مقابلات احدى مقابلات الكراتية والبرجيجا والبرجيجة ولا ايضا احداثة اعداد اتلقي اهدف ثلاث مقابلات ا普通ه مع كندا وأنا أحطان أحدهم مع المتخبة فرنصا أي اشعال أحدهم مع المتخب الكرواطي في المقابلة من الترتيب إذانا ترحت غير قوى الهить الي من تجد دفاع《аздعة 7 ر Guanaju ر sustا》 ويأتي ا squint towards la hasta 7 ر point لا ترسلنا أحدهم لكم نسبة احدهم ل Gunhash cleaned church وليس التعديل وكذلك كانت مع المـ hope من المتخب الإسباني والمتخبات العالمية لم يكن أغادر أهداف وكذلك مع المتخب الألبرتوغالي لذلك يضم لعب غريسانو الراندو لم يكن أغادر أهداف في التركيز هناك سوفيان أمرابط لعب فيرنطينة الإيطالي من المتخب الوطني المغربي في المطير وأمامو ساليم أملح لعب بلد وليد الإسباني الذي رجع الأجواء الإسباني لعب الأجواء الإسباني وليس النقف في الدورة البرجيغية لا يوجد صراحة أن يلعب هذه هي التشكيلة النموذجية في وسط الميدان مرابط اللعب السليم أمله ثلاث مقابلة لتلقينا أهداف فرنسا جوج وكرواطيا جوج وضربتنا كناطا بأهداف إذن تلقينا أهداف من الخصوم فقط خمس أهداف لتلقينا في الموديل القطري فالأصل السبعات هي المقابلة في حاصلة جيدة منتازة للمنتخب المغربي وهناك وسط ميدان الهجوم عز الدين ألاحي لعب مارسيليا الفرنسي لاعب منتاز جدا صراحة لعب منتاز من المنتخب الوطني المغربي لاعب منتاز صراحة عز الدين ألاحي من اللاعب المنتازين صراحة هناك أمام ألاحي حاكم زياش لتسجل هدف واحد للمنتخب الوطني المغربي وكذلك نشجل هدفين وكذلك سايس هدف وبخلال هدف وأشرف داري هدف إذن ستة هدف في الموديل القطري في المقابلة الأول ماشي جناش في المقابلة الثانية شجرنا جوجد أهداف في المقابلة الثالثة كذلك شجرنا جوجد أهداف في المقابلة الرابعة مع إسبانيا مع البرتغال شجرنا هدف هي خمسة وفي المقابلة 2006 مع مدخبة أخرى مقامة من الضائف على الظهر الجانح الأيصار هو كسوفيان بوفال عبر راين القطاري ستدي الأهدف شجل يوسف نصيري جوج الهدف جيش هدف واحد بخلال هدف واحد أشرف داري هدف واحد وكذلك غالم سايس هدف واحد إذا شجل سايس وجيش سايس وجيش هدف هدف بخلال هدف وداري هدف ونصيري هدفين وفي الرأس الحربة العادة عبدالله مع هدف البيروبي هو طبعا حل يوسف نصيري مع هدف expاني مع هدف المغربي